بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على اه ضياع الخاتم. هنتكلم على ضياع الخاتم اه بشكل اه مفصل. كمان هنعرف لو اه شفنا معنا لو شفنا ان احنا لقينا الخاتم اه مرة تانية. اولا ضياع الخاتم الذهب الاخص في المنام. اه ممكن يدل على ضياع فرصة اه من ايد الرأي والفرصة دي كانت فرصة قويسة. وانه هو هيشعر بالندم بعد ضياع الفرصة دي. كمان ضياع الخاتم برضو ممكن يدل على خسارة مالية ممكن يتعرض لها الرأي. اه برضو من الرموز اللي بتدل على عدم استقرار في حياة الرأي اه بشكل عام. الرجل الاعزب لما يشوف ان الخاتم الخاتم بتاعه اه ضاع. فمعنى كده انه هو محاط شوية بناس شوية اه بيكنه للعداوة. اه كمان اه ممكن من الرموز اللي ممكن تدل على انه هو هيقطع علاقته اه بشخص هو كان بيحبه او كان اه قريب منه. الرجل المتزوج لما يشوف انه فقط خاتم الزوجية. فده اه بيدل على مشاكل اه مع اه زوجته كمان. ممكن المشاكل دي لقدر الله اه تنتهي اه بالانفصال. اه كمان اه لما يشوف الرجل انه اه الخاتم بتاعه ضاع فدي مشاكل وازمات هو هيمر بيها. لما يشوف ان هو عثر على الخاتم بعد ضياعه مرة تانية فمعنى كده انه هياخد حق من حقوقه كان اه مسلوب. اه كمان ممكن اه يدل على النصر على اه عدو. اه كمان على اه رد اه حق اه كان اه كان ضايع ليه. الفتاة العز باقا ما شوف ان الخاتم الخطوبة بتاعتها بتاعها اه ضاع. فلالاسف بتدل على ان الخطوبة دي للاسف اه مش هدمن. وان ما فيش تفاهم اه بينها وبين اه خطوبها وبين شريك حياتها. اه لو شافت كمان الخاتم الفتاة العز باقا ان الخاتم بتاعها ضاع فلالاسف بتدل على حزن. و اه عدم اكتمال اه سعادة. اه ممكن كمان تدل على فراء اه لشخص قريب منها او شخص هي بتحبه. اه كمان لما تشوف ان الخاتم اه بتاعها اه ضاع ممكن تدل على ان هي هتفقد اه منصب مثلا او اه هيكون في اه اه شوية مشاكل او صعوبة في عمل او اه ممكن اه تدل على ان هي هتمر بحالة نفسية اه سيئة. اه ممكن تدل على خسارة اه صديق او شخص مقرب اه ليها. اه لو شافت ان هي عصرت على الخاتم مرة تانية فده روحة او طمأنينة يمكن بعد فترة اه هي مرت بيها كانت فيها قلق وكانت فيها صعوبات او كانت فيها عقبات. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف ان الخاتم اه بتاعها اه ضاع. اه فدي صعوبة في حياتها يمكن لو كان عندها اه حلم او حاجة هي بتتمنيها. يمكن بتدل على صعوبة في ان هي التوصل للهدف ده او في العمل. اه ممكن تدل على فقدانها شئ سمين في حياتها. ممكن الشئ ده يكون اه مادي او اه شخص قريب اه منها. اه كمان اه ممكن تدل على ان هي ممكن اه تمر بازمة اه صحية ولكن اه سرعان ما هتشفى منها يعني. اه كمان ممكن للأسف تدل على مشاكل وخلافات زوجية ممكن تؤدي للبعض او للانفصال. اه كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي اه ضيعت الخاتم اه بتاعها او ان الخاتم بتاعها اه سقط من ايديها. فمعنى كده ان هي اه الحقيقة مش بتصق اه يعني مفيش ثقة لاما في نفسها لاما في الناس اللي حواليها كمان. اه كمان ضيعة الخاتم اه برضو من الرمز اللي ممكن تدل على تعرضها الاخسارة اه كبيرة ممكن اه في حياتها. ممكن تدل على اه ضائجة مالية او ازمة مالية هي هتمر بيها. اه كمان ممكن تدل على ضيعة فرصة فرصة كانت زمينة جدا. وللأسف اه مش هتتكرر او مش هتعود اه مرة تانية. اه برضو ضيعة الخاتم برضو من الرموز اللي ممكن تدل على ما هي هتدخل في مشروع او هتدخل في عمل لكن العمل ده للأسف اه مش هينجح. وهيكون اه بسببه اه هتتعرض لخسائر اه مالية. اه كمان ممكن تدل على تغييرات في حياتها لكن التغييرات دي مش هتكون الافضل. هتكون اه مش هتكون كمان ايجابية هتكون اه سلبية اكتر. اه كمان اه ممكن تدل على مشاحنات اه لقدر الله بينها وبين اه زوجها زي ما قلنا. او ممكن اه تدل على اصابة الزوج بأسمة اه صحية. اه كمان المرأة الحامل لما تشوف ان الخاتم بتاعها اه ضاع فدي مشاكل اه هتتعرض لها يمكن هتبقى عجزة عن حلها. اه كمان ممكن تدل على خسارة مالية اه او اه ضائقها مالية هي هتمر بيها. اه كمان ممكن تدل على مشاكل ومتاعب ممكن تقابلها في فترة الولادة. اه برضو ضياع الخاتم اه برضو من الرموز اللي شوية ممكن تدل على حزن على التوتر على اه حالة نفسية ممكن تكون سيئة هي هتمر بيها. اما لو شاف الرأي انه هو لقى الخاتم مرة تانية. اه فاولا بتدل على حصوله على فرصة عمل اه جديدة. اه حصوله على اه وظيفة مناسبة والوصيفة دي هتعود عليه اه بالمنفعة او بدخل مادي اه كبير. اه كمان ممكن لو كانت في خلافات او كانت في مشاكل اه زوجية فالخلافات والمشاكل دي هتنتهي. اه كمان من الرموز اللي بتدل على هدوء وعلى راحة اه نفسية. اه كمان لو كانت بتمر بتوتر او بحزن فبشارة ليها اه بالفرج. اه بانتهاء المشاكل دي. اه كمان من الرموز لما يشوف الرأي ان هو اه لقى الخاتم اه مرة تانية فده معناه انه هيتخلص من توطر ومن ازعاج ومن طاقة سلبية اه كان بيمر بيها اه في الفترة يعني في الفترة السابقة في حياته. اه لو البنت المخطوبة شافت اني لقيت تاني خاتم الخطوبة بتاعها فدي جهت تبقى خلافات بينها وبين خاطبها ولكن الخلافات دي هتنتهي او هتزول. اه ده كده اه باختصار اهم الرموز او اهم الرؤى المتعلقة بضياء الخاتم. اه فصرناه بشكل عام. فصرناه للعزباء للمتزوجة للرجل وكمان للحامل. وكمان عارفنا امتى معنا ان احنا نلاقيه مرة تانية. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله اردت عليكم. اه بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.